تلقى رئيسه الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة اتصالا هاتفيا من نظره القطرية شيخ تميم بن حمد الثاني ووفقا لوكالته الأنباء القطرية فإن أمير قطر هناء الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد الفطر المبارك في ذات الاتصال الهاتفية الذي تم بينهما مساء الاثنين الموافق لليوم الثاني من عيد الفطر المبارك ويأتي هذا الاتصال الهاتفي من الأميري القطري في خضم الأزمة التي تعيشها منطقة الخليج العربي بعدما أقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطع علاقاتها مع دولة قطر وتقف الجزائر على مسافة واحدة بين هذه الأطراف منذ بداية الأزمة وترفض الاستفاف كما تؤكد على ضرورة تغليب لغة الحوار